الخطوة الثانية هاي عملية الاستنباط خذوها واضحة في درسٍ او درسين مو اكثر عجزان الخطوة الثانية تعال وكون الصورة الكلية عن هذه المسألة يعني شنو يعني اذا قالوا لك ارسم لنا لوحة لوحة متر في متر عن قم ماذا تفعل او عن النجف هل تستطيع كل بيوت النجف وازقتها وشوارعها ومساجدها وبيوت العلماء والمراجع والترى تستطيع ان تخلي في هذه المساحة ابو متر او لا تستطيع لماذا لا تستطيع لان المساحة تسع هذه او لا تسع ماذا تفعل عند ذلك تقول بيني وبين الله اضع يدي تقول مركز المدينة حرم من حرم سي امام المتقين امير المؤمن هذا المركز وحوله عدة مراكز اساسية وتوجد هناك عشر او عشرين من الشوارع الاساسية وتوجد احياء اساسية فعندما تجمع شوف لا يتوجد الا مجموعة عشرين ثلاثين خمسين معلومة تضعها اين انت ها في هذه اللوحة تستطيع اكثر عزيزي ليش لان المساحة لوحة انا قلت ارسم لي لوحة ولكن ماذا تضع في هذه اللوحة خلي ذهنك تضع الامور الهامشية والجزئية والتي لا قيمة لها لأمور الاساسية والمحورية في هذه اللوحة اياه من خلوا ذهنك يمي الان احنا جئنا عزيزي جئنا الى ماذا خلي ذهنكم يمي جئنا الى الانبياء في القرآن حتى نضرب مثال حتى يتضح العزيزي اقول لك اعطيني لوحة وارسم لي عن لوحة عن جميع الانبياء كم اياه في القرآن واردي يكفيك انه فقط يوسف سلام الله عليه عدة سورة مولانة تتجاوز المئة اياه انا استطيع كل التفاصيل اذكرها في هذه اللوحة لا يمكن اذا لابد اني اضع يدي على كلياتي ها شنو النبوة في القرآن اقول اولا ان القرآن يعتقد ان هؤلاء جميعا يتكلمون بلسان قومهم وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومهم ثانيا الجميع يقولون لا اله الا الله اقرأ الآية ثالثا رابعا هاي المحاورة الاصلية في حركة الانبياء اجمعها ماذا في هاي اللوحة مثلا هاي المحل الشاهد خلي ذهنك ماذا يقول القرآن عن الانبياء في القرآن معصومون بعصمة مطلقة قبل النبوة وبعد النبوة او يعصوم ينسون يتعصبون يصر عصب مولانا اخذ بلحيته شنو بينك وبين الله لو انت شفت مرجع مولانا واحد دي يحشي وياه بس اختلف وياه لزم من لحيته شو تقول مولانا انت شو تقول وهذا موسى فعل او لم يفعل هذا القرآن اخذ بلحيته ها يجره اليس كذالي بعد قال وما انسانيه الا عجيب لعد ذلك الشيطان يؤثر عليهم او لا يؤثر ها تعال اصلا او اقرأ لك مجموع الايات اللي الله تكلم عن الانبياء والله انساني قول عجيب القرآن كلها ها اقرأ لك واحد ادم وعصى ادم ربه فغوى غوى بعد اني اعظك في نوح اني اعظك ان تكون من ابراهيم ليطمئن تبين شنو كان مطمئن هذا ابراهيم شيخ الانبياء شيخ التوحيد ها تبين كان شكاك له مشكاك ظاهر الاية تقول لي سيدنا لا بها توجيه اقول لك هسا ليش لتفعل التوجيه اسمح لي يوسف لقد همت به وهمت ايوب اني مسني الشيطان موسى هذا من عمل الشيطان ربي اني ظلمت نفسي يونس لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين اذا عد هايم تخليها الى قوله تعالى ولا ينال عهدي الظالمين بعد اذا هذا يستحق النبوه لا يستحق النبوه النبوه عهد او ليس عهد قرآنهم يقول ولا ولا ينال عهدي يونس امد يقر انه هو ظالم لو مو ظالم ولا القرآن اشاره وما نفع عنه يعني اقره او انكره قال له انت مشتبه او لم يقل له لا لم يقل له جاي عيسى شوفوا التهم لالله سبحانه وتعالى يقولها اسأل تعبيري تهم لخلاف الادب انت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله عجيب تبين شان رديد دعي شنو قلوه عيسى نبي الرسول الاعظم شام اياتي في الامر ووجدك ظالا فهدى وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى القى الشيطان قضية الغرانيق القى الشيطان في امنية في القضايا الاخلاقية وتخفي في نفسك ما الله مبدئ قضية منه زينة بعد بعد الثانية اخطر من الاولى اسأل بعض ما ملتفت الثاني وتخشى الناس والله احق ان تخشى لا ولا يخشون احدا ولا يخشونه ولا يخشونه ولا يخشونه ولا يخشونه احدا الا الله لعد شلون هذا خاتم الانبياء يخشنه تعال وما كان لنبي ان يكون له بده هذا ليش سوته هذا ليش سوته هذا ليش سوته هذا ليش قلت لدك اقرارك ايا لياغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر عبس وتولى يا ايها النبي تبين مولانا شو شاني سوى رسوله بنص القرآنها مو من عنديها مو تقول رواياتها منقولها بالمعنى لو سندها ضعيف يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك عدل قربة الى الله يقول لا حتى ترضي نسوانك مولانا مرض تبتغي مرضات ازواجك مولانا السؤال انت لابد فرد قبل تدخل الى القرآن من مصادرك الاصلية لو ترسم لوحة عن الانبياء لوحة ناصعة بيضاء لا يوجد فيها نقص ولا عيب ولا ذنب ولا لا اساءة ولا خلافة خلق ولا ترك للأولى هيترسمها النفسك عد من تجي الى كل هاي الآيات تقول يحمل على ظاهرها لو توجهها ليش لانو انت في الرتبة السابقة رسمت النفسك شنو فاد لوحة هاي اللوحة قلت هذا هذه اوصافه وهذا هس منين جبت اللوحة رأيت رؤيا ما ادري بحث كلامي بحث عرفاني مو مهم المهم عندك ماذا لوحة اما اذا في الرتبة السابقة ما راسم هيش لوحة انت تقول لا بيني وبين الله انما انا بشر الانبياء ام شنو بشر هذول الانبياء ام كما هم بشار ينسون يغضبون يعملون خلاف الاخلاق اذا توجه هاي المنظومة لو ما توجهها ها اتوجهها وتحملها على ظاهرها ولهذا تجد الان خلاف بين المسلمين من قال بالعصمة المطلقة للانبياء قبل النبوة وبعد النبوة ماذا يكتب عزاي تنزيه الانبياء السنم يكتبون تنزيه الانبياء لا لانه ما معتقدين بان الانبياء معصومين قبل النبوة وبعد النبوة بعد النبوة بل قد يكون اصن جنو ها مشركا قبل النبوة هو روايات مملوءة فيها اما من اعتقد بانه معصوم مطلقة من بطل امه الى ان الله الله يتوفاه من هذا العالم فماذا يكتب له كتاب ليش لي يكتب هذا الكتاب سيد المرتضى ها لانه رسم لنفسه نموذجا عن الانبياء هسا عبروا لوحة الان عبروا عنها جنو نموذج يقول هذا النموذج هو الانبياء مثال هذا احنا جبت على الانبياء قرآني الصحابة شو تقولون عنه ها من رسم لنفسه صورة جميلة بيضاء نقية افضل العصور احسن العصور اكمل البشر عن الصحابة فعندما يجد اي اختلاف بينهم اي قتال بينهم يوجه او لا يوجه لماذا لماذا يفعل ذلك يعني اهل السنة لماذا يفعلون لانه هو في الرتبة السابقة رسم نموذجا لمن لمن يسمى صحابي طبعا هذا النموذج يكون في علمكم من اين اخذها اخذها من عنوان الصحبة يقول رسول الله هذه صفاته فمن يصاحبه وكل قرين بالمقارن يقتدي اذا رسول الله لا يستطيع حتى يؤثر في من ها يعاشره ويصاحبه اذا لا يستطيع ان يؤثر على الغير بطريقا او لا لا يستطيع اذا يعطي فتصورة جيدة عن الصحابة لو سيئة عن الصحابة جيدة فاذا قرأت له في التاريخ هؤلاء تقاتلوا هؤلاء فعلوا هؤلاء كذا فعلوا اخلاقهم كذا سيرتهم كذا كذا ماذا يقول لك اخر المطاف يقول امرنا بالسكوت عن الحديث في هذه القولة لو يوجهها بقوله اجتهدوا جنو واثيبوا مو فقط اجتهدوا وقتلوا الناس سوف الله سبحانه وتعالى يعذرهم يوم القيامة بل يعطيهم جنو ثواب لانهم من اجتهد فاخطأ فله اجر يعني قبلك يدخل جنو قاتل صحابي اخر يقول بل اخوة اجتهد فاخطأ ما ادري واضح او لا انت راسم صورة مشابهة لهذه الصورة عن الصحابة لو راسم يا صورة يا صورة صورة سيئة قبيحة ارذل خلق الله كلهم منافقين كلهم مرتدين كلهم فسقا كلهم فجرا الا ثلاثة اربعة خمسة سبعة الى اخره فحتى اذا وجدت رواية في كتبنا او اي كتاب تندحهم شو تقول المولان يقول تقيي هاد يقول تقيي صح له مو صح ازيب ها ولهذا انا انصح الاعزاء اليوم يروحون يقرؤون هذا الكتاب واقعا انصحوا هذا الكتاب هو رسالة دكتوراه صورة الصحابة في كتب الحديث السنة كاتبة يقولون بابا الصحابة والله مو هذا اللي يقول اهل السنة ولكنه خلي نقولكم حقيقة شنو الصحابة يقول ولكنه في اخر المطاف في اخر المطاف هذه عبارة وهو عبارة قيمة مولان رسالة قيمة جدا لابد تقرؤها يقول وقد كان هذا الاعتبار كذا فصورة محمد صلى الله عليه وآله نوات مركزية صورة الصحابة في كتب الحديث فصورة فصورة محمد نوات مركزية تدور في فلكها صورة صحابته فتأخذ منها خصائصها ومميزاتها ولكنها في الوقت نفسه تحميها وتحافظ على ثباتها فكانت صورة الصحابة بذلك تنطلق من صورة محمد وإليها ماذا وإليها تعود هذا فكر ماذا؟ رسم نموذج من هذا القبيل للصحابة فماذا قال عن الصحابة؟ أي شيء تقول أنت عن الصحابة يقبل أو لا يقبل يوجه يدافع آخر المطافة إذا ما عنده جواب ماذا يقول؟ يقول اجتهدها فأخطأ أنت غير تقول هذا خطأ ونحن لم ندعي العصمة ليه هذا رأيهم هذا رأيهم هسأل الآن هذا رأيهم إذا ما يخلوه بكرة يقطعون كلام يقول شون ده يدافع شون؟ عن الصحابة مع أنه أنا ده أقرأ من يا كتاب؟ من هذا الكتاب واضح أعزائي وأنا أنصحهم قربة إلى الله بالإضافة إلى هذا يقرؤون هذا الثلاث ملال خليل عبد الكريم شدوا الربابة بأحوال مجتمع الصحابة يا الله هذا الكتاب ما من عورة إلا واستخرجها من أهم مصادرهم للصحابة مطلق الصحابة ولا يستثني أحدا من معاوية إلى علي بن أبي طالب من أقصى اليمين إلى شنو؟ أقصى اليساء حياتهم زوجاتهم الفرس اللي كان يركبوا شنو الملابس اللي يلبسون ما هي المعارك بينهم والله من تقرأ تقول هذا مجتمع يشال ولهذا تعبيرا محمد والصحابة هذا الجزء الأول التفت الصحابة والصحابة فيما بينهم هاي اثنين الصحابة والمجتمع هاي ثلاثة اقرأ هذه وإقرأ ما يقوله أهل السنة في عدالة ماذا؟ الصحابة لماذا أهل السنة دا يتوجه بذلك الاتجاه هذا دا يتوجه بهذا الاتجاه هذا من أول الأمر رسم عن الصحابة فاتصورة شنو؟ موسى البية قال انا انظر الى التاريخ ماذا قال التاريخ فيهم فهم ماذا؟ فهم هؤلاء اما ذاك الذي دافع عن الصحابة ورسم الصورة شنو؟ ها؟ مثالية فماذا يفعل؟ الكلام الكلام في الأئمة عليهم أفضل السنة شنو الصورة اللي انت تحملها عن الأئمة؟ لا لا بتات بحسب المنهج إذا وضعت فاتصورة أكمل الناس أعلم الناس أشرف الناس أكثر الناس خلقا كما أنا وأنت ماذا؟ نعتقد إذن أي شيء إذا وجدت في التاريخ وفي السيرة وفي النصوص الرواية المعتبرة ماذا تفعل لها كانت منافية لهذه الصورة؟ ها؟ توجهها تؤولها تسقطها سندا دلالة إلى أما لو بالعكس قلت لا بيني وبينها بينها كما لان يوجد رأيهم مولانا أما علماء المسلمين فيعتقدون والآن بعض الناس في مدرسة أهل البيت يعتقدون أن الأئمة مجموعة من العلماء المجتهدين الأبرار إذن يشتبهون لما يشتبهون ها؟ ها؟ يشتبهون نعم يشتبهون لا لا أكثر من هذا إذا كانوا مجتهدين يتعارضون لما يتعارضون فإذن عندما يأتي إلى الروايات المتعارضة يقول هذا الراوي ما فهم أو له وجه جمع عرفين لو يقولوا هذا كان هذا رأيه هذا مجر كان هذا هذا تابع للصورة التي أنت والنموذج التي أنت وضعته لمن؟ ها؟ للموضوع الذي تبقى فإذن أكثر من هذا الشيء أريد أن أضرب مثال لا خارم خلي أضرب مثال حتى لأنه هاي الكتب موجودة الآن في الأسواق بعض يقول لي سيدنا هاي الكتب والله أحد ما شايفه أنت من أتعرف أبنائنا وشبابنا يروحون يقروهن هذن الكتب وصير لهم مشكلة أقول عزيزي والله أنا الأفضل أنا أقرأ أقول لي أقول لي شك في هذا الكتاب وأقول لي بأنه بابا هذا الكتاب مبني على هكذا فإيه حتى هو من يقرأ ويدخل وهو شنوه مسلح لأقل يدري لا يتأثر من غيري كذا هذا الكتاب مولانا يذكر صورتين متناقضتين عن سيدة نساء العالمين صورتين اللي أنا وأنت نعتقد بها ما هي ها مو معصومة فوق العصمة بمراتب أصلا خادمة معصومة مو هي دولاية تكوينية في الضعدة شنو ما هي دولاية تقول انت يا وين انتهت يا معصومة هذه أفضل أصلا من ادريه أفضل من أبيها لو مو أفضل من أبيها أفضل من أمير المؤمنين أما أفضليتها على الأنبياء والأئمة كم مرة سامعين مولانا فاطمة حجة نحن حجج الله عليكم وفاطمة حجة نحن بعد سامعين اللي بيني وبيني رهليوم روحوا يبحثوا شوفوا إلهي السند هاي الرواية في أي كتاب واردة أصلا ولكنه لأنها منسجمة مع ماذا مع الصورة التي تحملها وأحملها معك عن سيدة نساء العالمين تصدقها بلا لماذا لماذا تصدقها مباشرة ليش لأنه انت في الرطبة السابقة وضعت لنفسك ماذا نموذج صورة لوحة لسيدة نساء العالمين انظروا إلى العبارة ما هي يقول جدل التاريخ والمتخيل مراد من التاريخ يعني الواقع التاريخي يعني عندما نراجع الروايات والنصوص تقول لنا شنو تعطينا نموذج عمن عن سيدة نساء العالمين والمتخيل متخيل يعني شنو يعني الصورة التي أنت رسمتها في خيالك وتخيلك لفاطمة سلام الله عليه ما أدري واضح يقول سيرة فاطمة فيأتي هنا يقول هذا الكتاب يدرس سيرة فاطمة وذلك من خلال الأخبار المروية عنها فيرصد المحطات لقد عين المؤلف وجوه حضور فاطمة وذلك في آخر المطاف آخر المطاف يقول اعرفوا اعلموا أن نظريته وهي ولا أقبلها لا أقبلها لا يقول السيد الحيدري دي يقول عن سيدة نساء يقول أساسا الشيعة كان عدهم رجال كبار مثل من أمير المؤمنين وأولاده ولكنه في وسطهم العلمي كان يوجد امرأة عظيمة سيدة نساء العالمين أو لا يوجد لا يوجد فنحتوا لها صورة حتى يعيشون ماذا على هذا المقدس هذا اعتقاد الكاتب ولا أوافقه قال كذا شأن فإن الخطاب تعالج ثم هو يقول في آخر المطاف هذه هذه عبارته التفت جيدا يقول سيرة أولى قدمت لنا فاطمة شخصية باهتة لم يكن لها أي دور في التاريخ أو تأثير فيه فسيرتها لم تخل من متاعب الحياة فقروا جوعوا مرضوا علاقة زوجية مضطرب بعدكم روايات سنة وشيعة أنه أمير المؤمنين كم مرة مولانا اتعارك ويزوجته روايات من طرقنا وطرق أموين راح نام وين ها في المسجد على التراب اللي رسول الله يجا قعده قال شنو أبو تراب مولا وقروا ولكن انت شن تقول قل قل هذه هذولا الأموين هذنه مشعولات لأنه لا يُعقل أن أمير المؤمنين أو سيدة نساء العالمين تتعامل مع من؟ مع إمام المتقين بهذا لماذا؟ لأنه أنت في الرتبة السابقة عندك ماذا؟ نموذج ولوحة ما هي؟ كاملة نموذجية مثالية ومن تهميش حتى من لدن أصحاب الرسول هاي السيرة الأولى السيرة الثانية رام واضعوها لأنه هو يعتقد بأنه هاي السيرة الثانية وضعها منه؟ الشيعة تقول له بابا موجودة في مصادر السنة يقول كما أنه نزلت إليكم سيل من الروايات من السنة ودخلت تراث الشيعة سيل من الروايات من الشيعة دراعت وموجودة الآن كتبت أنه الروايات التي دخلت تراث السنة من الموروث شنو؟ الشيعة حسن لماذا قبلها علماء السنة؟ باعتبار أنه هذي من أهل البيت وبنت رسول الله إذن لابد يقبلون أو لا يقبلون إذن نفس المنطق يحكم قال رام واضعوها التخلص من جفاف سيرة فاطمة التاريخية فعملوا على طمس تلك الصورة وذلك بوضع سيرة مغايرة موازية لها بل منافسة لها من جهات الحجم والمضامين والتعهد حتى تترسخ في الذاكرة الجمعية وتصان من الاندثار طبعا تقول لي سيدنا موقف أقول لا أنا موقفي واضح ودروسي واضحة بس أريد أقول لك لأنه أنا في الرتبة السابقة دخلت وجدت أنه توجد هناك صورة مثالية عن من؟ عن سيدنا ولكن هذه مؤثرة تؤثر علي أو لا تؤثر بعبارة أخرى هاي اللوحة التي أنا وضعتها والنموذج الذي خلقته أولو معي أولو ما شي يصير فبعد أرى شيئا أحسن من خلال نظارة ما ولهذا الانسان الذي مثل عراقي عندنا ابغض وحشي وحب شنو يعني اذا حبيت فلا ترا في صاحبك الا شنو الا الصحيح والمرضي واذا ابغضت فلا ترا في صاحبك الا ماذا هذا ما معنى حب وحشي يعني هاي نظارة الحب نظارة النموذج هي التي تحلل لك من هنا اعزائي هسا الان تتم انا لا اكل البحث ولكن اربط البحث من هؤلاء